ناخد رأي مهم وهو رأي البعد الإعلامي وكيف خرج هذا المؤتمر الإعلامي المهم لدولة رئيس مجلس الوزراء ورد فعل وسائل الإعلام الدورية للحضور في اليوم رحب الكاتب الصحفي الأستاذ كرام جاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أستاذ كرام مساء الخير أهلا بحضرتك مساء الخير يا أستاذ عمر أهلا الحمد لله يا فهلا بزيح حضرتك وأرجوك قولي انتباعات حضرتك أولا يعني كقامة صحفية وككاتب كبير من ما ضار اليوم في المؤتمر الصحفي ومن أسئلة وسائل الإعلام المماثلية الحضور أول الحضور كان كبير وكان عنوان المؤتمر خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الصابية العالمية الشرح الذي أقدمه رئيس الوزراء كان كافي جدا أسئلة المراسلين الأجانب ومحورة أولا الموضوعات حساسية ليه خطة نصر للتعامل مع هذه الأزمة والخلوق منها هل هتبقى في زيادات أسعار الفائدة في البنوك هل هنتأثر بصادرات القمش وهكذا يمكن كانت معظم الأسئلة بالضور في هذا العالم المهمة أنا عايز أشير بنقطة صريعة جدا تحدث فيها دولة رئيس الوزراء عن ملامح الأزمة العالمية في عبارات في 3 أو 4 عبارات التي هي أكبر أزمة يتعرض لها العالم في 100 سنة يعني الأزمة الأكبر في تاريخ البشرية في 100 سنة إلى انجيار في التجارة العالمية البطالة كل دول العالم بتعامل 9.5% تقريبا لكن اللي يهمنا هنا في مصر 30 أساسيتين ارتفعت أسعارهم من 100% في الفترة الأفيرة الأمش والبترول الأمش من 270 دولار إلى 435 دولار البترول من 67 للبرميل لـ 112 يعني انا تقريبا إذا كنا بنستولد 100 مليون برميل في الهدفع 6 بترول 6.7 من 10 دلوقتي انت بدأت تتفع ضعف هذا المن صحب ذلك كمان هو حوالي 20 دليار دولار استثمارات من السوق المصرية نتيجة الأزمة العالمية وتحريق سعر الفايدة في الفترال الأبريكي المحصلة النهية عشان بس الناس تتابع معنا زي مؤشرات الأمم المتحدة ان واحد وسبعة من عشرة مليار شخص في العالم بيقعوا في براصد الفقر والجوة يعني لسه مخيفة جداً خمس سكان العالم تقريباً مش بقيين يعني فيه ظروف اقتصادية طعبة جداً مصر هنا الموقف عندنا ايه؟ الحقيقة كانت الخصة اللي عرضها رئيس الوزراء بتعتمد على محاور كتير جداً لكن انا بعتبر المحور الأهم اللي هي عودة الرقم للقطاع الخاص ضخ مماء جديدة في الشرايين الاقتصاد المصري عن طريق القطاع الخاص أربعين مليار دولار هاتف متسجيلة في غضون يمكن أربع سنوات يعني كل السنة عشر مليار تقريباً صحيح صحيح الخطة دي هذه المبالغ الكبيرة يعني تتطلق تهيئة نصرح العمريات أو زي ما بلقى تهيئة المجتمع لقبولها والسعبها السنوات المرحلة الأولى من الاصلاح كانت في البنية قصصية وتبنتها في الدولة المرحلة الثانية القطاع الصاد داخل هيأخذ نصيبه من 30% من هذه المشروعات إلى 65% طبعاً كان سؤال مهم أجاب عليه رئيس المزارة المجتمع هل الدولة العليقة اللي عندنا دي هتاعد على نجاح هذا المشروع نجاح الكثمارات ولا هتبقى فيه تعقيدات روتينية وهيبقى فيه نفس المشاكل العادية رئيس الوزراء يتكلم في نقطة مهمية جداً النقطة الأولانية أنه أنشأ وحدة تحت إشرافه في مجلس الوزراء بتلتقي بالمستثمرين كل أسبوعين لتسديل مشاكلهم وكمان نتكلم عن الرحصة الزهبية أن الرحصة الزهبية دي بتختصر كل الإجراءات الأخرى يعني إحنا عندنا هذه الإجراءات دول ضمانة أساسية لاستغلوا بقى على فكرة الروتين والتعقيدات اللي بتؤدي إلى هروب المستثمرين طب إيه هي المشروعات اللي هتطارد ما ده مهم كده ثلاث حاجات مشروعات زي ما قالت إن هيبقى فيها تخارج كامل من الحكومة وفيه مشروعات أخرى هيبقى فيها تخارج جزي وفيه مشروعات الدولة هتتمسك بالا إنها هي مشروعات أساسية لا يمكن أبدا أن تتخلى آآ عنها أنا بعتبر أن نجاح خط مشاركة القطاع الخاص في التنمية هيبقى النقلة المصرية المهمة كده زي ما إحنا عملنا خطة مصرية خطة التطولة المصرية آآ في البنية التحتية والمشروعات الكبرى هيبقى القطاع الخاص مشروع مختلف جدا لا يقل نجاحا عن هذا العبد طبعا السؤال أو الشائعات اللي بتطور في الوقت ده كان فيه إجابة قطاع عليها آآ إن المشروعات الكبرى هتتوقف آآ إنه المشروعات الكبرى كانت سبب التسير من المشاكل والأزمات طبعا الإجابة كانت واضحة جدا المشروعات كبرى إيه اللي تعمل يعني زي الكهرباء هل كانت تحتامل مصر أن تعيش في ظلام سنوات طويلة ومين المستثمر اللي كان هي وحياة الناس كانت هتبقى إزاي بظل انقطاع الكهرباء المجاري والصرف الصحة مشروع حياة كريمة دي المشروعات مشروعات اللي هي إنقاذ أهالينا أو سكار اللي موجودين في العشوائيات بمساكن حديثة الطرق والكباري البنية الأساسية بتاعة صحيح والكلام ده دي المشروعات المهمة جدا ولم يكن آآ ممكناً إننا يعني هذه المشروعات لا يتم تنفيذها يمكن دي يعني أنا حبيت أتي بس إيه ملخص بأهم النقاط وأنا شايف إن نقطة القطاع الخاص هتبقى دي المرحلة الثانية من قطة الإصلاح ولا تقل أهمية عن المرحلة أنا بشكو حالك شكراً جزيلاً الفيس كارم جاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكراً جزيلاً